اشتركوا في القناة حيث يزوره شهريا أكثر من 25 مليون زائر ليصبح من أكثر المواقع العربية الرياضية نشاطا محمد الرشدات والتفاصيل عمل بجهد لا ينضب من قبل طاقة بحرينية سكنها الجد والعمل بروح الاجتهاد والإقدام دون الرجوع إلى الوراء قيد أملة طيلة ما يزيد على خمسة وثلاثين عاما يحدوها الأمل لتنأى بنفسها عن الفشل في كل معترك عمل تجاري تخوضه خالد الدوسري رائد أعمال بحريني استدل أقصر الطرق بمنهجية عقله التجاري الحذق ليصنع من نفسه اسما في سماء عالم المال والاقتصاد ويمنح لكيانه بعزم لا يلين ذلك النصيب الوافر والحيز الوافي أيضا في أفق الرياضة التي أظهر شغفه بها عبر الاستثمار فيها كيف لا؟ وهو المؤسس المباشر لموقع كورة بواواته الثلاثة المكررة باعتباره الموقع الرياضي العربي الأول والأكبر وحتى الأقدم من نوعه والمختص بعرض النتائج وجداول المسابقات ودوريات كرة القدم العربية والعالمية أينما كانت وكل ما يتعلق بها من معلومات تهم المتتبع العربية والمتابعة لمختلف مباريات كرة القدم كل حسب انتمائه وتفضيله للفريق الذي يشجعه وحتى بما يرغب سماعه والإلمام به من أخبار هي حديث اللحظة والساعة والتي قد لا تمر مرور الكرام في الشارع الرياضي دون متابعة وتمحيص وتفحيص غير المراسلين اللي عندنا في كل الدول والمدن العربية اللي يرسلنا أخبار وصوار بشكل يومي ننتج حالياً فوق ما يعادل ثمعت خبر في اليوم من تحريرنا وبين خمسة لعشر فيديوهات في اليوم والحمد لله المادة بالنسبة لنا وصالنا لنحن نكون صناع محتوى وهذا هدفنا الأساسي فنحن ننظر الجهة التقنية مع أنه مهمة جداً فنحن ننظر أن نحن صناع محتوى احترافيين نوفر خبر موثوق دقيق سريع بشكل جذاب للزار العربي أسباب تقف خلف نجاح موقع كورا وفي سرعة انتشاره وتطوره بعد مرور عشرين عاماً على تأسيسه وهذا ما تؤكده لغة الأرقام موقع كورا بدأ في عام 2002 بدأ كهواية لأن أنا هوايتي أصلاً كمبرمج وبدأت البرمجة في الثمانيات في الواقع ولما بدأت موقع كورا ما كان عندي هدف يكون مشروع تجاري فكان مجرد رغبة مني نوفر بعض المعلومات للشباب العربي أولاً بتديني بتديني تصفح أول يوم ألف شخص دخله وبعض ينصلوا عشر ومائة ألف ومليون وعشر ملايين وسبحان الله انتشهر بشكل كبير وصلنا اليوم بين 25 إلى 21 مليون متصفح من العالم العربي والعالم ككل وذلك ما جعل كبرى الشركات العالمية المعنية بعرض الأخبار الرياضية أن تبدي رغبتها في شراء موقع كورا وهذا ما حصل بالفعل وهذه الشركة هي صندوق استثماري أمريكي وأسو الشركة في بريطانيا اسمها فوتبول كو هدفها استحواذ على عدد كبير من المواقع الرياضية العالمية واستحوذت على مواقع في ألمانيا وهولندا وإيطاليا وبريطانيا وحن في آسيا فهدفه بناء شبكة كبيرة من مواقع المتحدة الرياضية لاستقاء الخبر الرياضي بشكل احترافي للشباب اتفقنا أنهم يشترون الموقع بالكامل وأبقى أنا رأس هرم إدارته موقع كورا طبعا اليوم بلا أنه أصبح جزء من شبكة عالمية فعندنا القدرة أن نستقل خبر من مصادر أكبر وأقوى عالميا في رصانة المحتوى الرقمي تأشيرة مثلى للعبور من بوابة العالم الافتراضي الذي يكن للأفكار الخلاقة والمبادرات البناءة عظيمة الاحترام ومغفورة تقدير لتحفظ مكانها وتجد لها صدا بين جمهور المارقين ذهابا وإيابا في صفحات مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لتلفزيون البحرين محمد الشادات محمد الشادات اشتركوا في القناة